بين قسوة الأبناء وتقصير الجهات الحكومية المسؤولة تنضي أم علي إحدى أمهات مدينة الكوت في محافظة واسط أيامها أم علي مسنة تنهشها الأمراض وحيدة بعد أن هجرها أبناؤها الخمسة مساحة حياتها غرفة معتمة أكلتها الرطوبة ومتطلبات حياتها الأساسية لا يتوفر منها ما يعينها على مجابهة صعوبة وقسوة حياتها قد خمس مليد من الزوجين كل من خذ مرتموا الشيء بس أنا طحيت أول ودون المستشفى الكرام وما قدروا عدفتك هذا بطني وخايعين ما شوفوا هاليسروا هذين رجليهم بتأسحب هاي صار لسنتين سنة فوقها أنا أسحب سنتين هايش بالحدود بعد ما قدرت ما عدي شيء مثلا فلوسها لروحها مثلا راجحها يكروها بالبيت ماكو إذن هي أدنى درجات الحياة الكريمة ما تفتقر له حياة هذه الأم العراقية فأم علي تعيش على العطاءات التي يقدمها أهل الخير الذين يحيطون بها لكن احتياجاتها الملحة لا تزال بعيدة المنات وجاي قاعدة بغرفة لا بها فراش ولا شباك وغرفتها ظلمة والمرأة مريضة ومحتاجة عملية عمليتها فتق زين ومشلولة وعمية وقليلة من عيونها الثانية قليلة كل شيء شوف بيها أقل النص درجة وما عدتها أي أحد أم علي تعيش على قليل القليل مما تهبها إياه رحمة الإنسان للإنسان وعيون المؤسسات الحكومية التي يفترض بها أن ترعاها كذا حالات منكوبة لا تزال نائمة وإحنا ناشد ناشد الدولة والناشد كل إنسان مسؤول شريف ومكان هاي الدعاية ما الانتخابية الصرفه أن ساعدين أم علي أو الحالة الأزيد من أم علي والله أن تكون ميزان حسناتهم أم علي مرأة عمية مشوف يعني إنسان أبسط الحقوق الدولة ذات تنتبه له هي هاي حقها على الدولة وكمواطنة هي وإلى أن تنفرج غمة أم علي التي رسمت بأنامل جحود أولادها وأياد الفساد والإهمال الحكومي تبقى هذه الأم العراقية إحدى الأمهات اللواتي كتب لهن أن يكون ضحايا في هذا البلد الذي بيعت فيه الحقوق ونالت القسوة من جميع أبناء